في آخر ساعات لتقديم اللوائح الانتخابية البرلمانية قدمت القائمة المشتركة ترشيحها إلى لجنة الانتخابات المركزية ولكن هذه المرة بمركبات ثلاثة من أصل أربعة أحزاب قامت بإنشائها عام 2015 فرضنا وحدة في زمن لا وحدة وصلنا إلى عدد غير مغسبوك من المقاعد البرلمانية منعنا رئيس الحكومة بن يمين نتنياهو من أن يشكل حكومة يمين منسجمة طيلة ثلاث دورات الحقوق هي حقوق لنا كمواطنين أصحاب البلد الأصليين وليست مننا من أحد وأيضا توجد لنا خطوط حمراء لا يمكن التنازل عنها لا يمكن أن نتعامل مع حكومة يمينية تقوم بقمع شعبنا في المناطق المحتلة بحسب الاستطلاعات الأخيرة ستخسر القائمة المشتركة نحو خمسة مقاعد من قوتها التي أحرزتها في الانتخابات الأخيرة قبل عام بحيث قد تحصل بتركيبتها الجديدة من الجبهة والتجمع والعربية للتغيير على تسعة أو عشرة من المقاعد فيما القائمة العربية الموحدة ستخوض الانتخابات مستقلة بعدما انفصلت عنها فتواجه خطر عدم عبور نسبة الحسم أجينا كرسل وكممثلين لشعبنا ومسلحة شعبنا هي اللي بتهمنا لا بهمنا يمين ولا بهمنا ياسار ولا بهمنا الرئيس الحكومي الفلاني ولا رئيس الحكومي العلاني احنا بالنسبة لنا قضايا شعبنا هي القضايا الأساسية طبعا مع الحفاظ على الخطوط الأساسية هي الانتخابات الرابعة للكنيزة خلال عامين باتت تشكل ثقلا على الناخب الذي يدور في ساحة مغلقة من الاحتمالات المتكررة لكن أبرز ما يميزها تهشم الأحزاب فيما يبقى الليكود وزعيمه بن يمين نتنياهو صاحب القوة الكبرى بحسب التقديرات برغم ذلك تبقى معضلة تشكيل الحكومة شاخصة أمام رئيس الحكومة الذي ستبدأ محاكمته بقضايا الفساد بعد أيام ولذلك دفع بأحزاب اليمين المتطرف الصغيرة إلى الاتحاد ليعزز قوة معسكره هنا محميد القدس المحتلة الميادين